السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع معدسكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء السابع من الفصل الأول سنتناول بعضا من الترمينولوجي أو المصالحات العلمية التي يمكن أن تقابلنا في قراءة أو دراسة منهج علم المواد واحد الميل وهو عبارة عن واحد على ألف من الأمش وهو يساوي 25.4 ميكرو متر هي عبارة عن وحدات أطوال أو وحدات مسافات الميكرو متر يساوي واحد على مليون من المتر ويكتب واحد ميكرو متر الأنجشترام عفوا أو الأنجشترام هو عبارة عن واحد على عشرة عشرة آلاف مليون متر ويكتب واحد وإيه وعليها علامة من فوق زي ما احنا شايفين الميكرو متر واحد مايكرو متر يعني الواحد مايكرو متر عبارة عن اثنين من الطول الموجي للطول اللون الأخضر طيب بعد جدا عندنا مثلا عشان نقرب الصورة شوية نبص تلاقي أن إنه هير is 100 مايكرو متر يعني شعرة الراس سمكها وميت مايكرو تمام ميت مايكرو متر وإن واحد مايكرو متر wide line on a CD is the same scale as a 100 food wide road on نورسي أمريكا بمعنى إنه واحد مايكرو متر يعبار عن عرض خط على السي دي السي دي اللي احنا الاسطوانات المدمجة وهو نفس السكيل لميت قدم لطريق عرضه ميت قدم في أمريكا الشمالي